ان شاء الله نتكلم في الفيديو ده عن ازاي تحافظي على جمالك وانت حامل اول نصيحة هي تناول الكثير من المياه بيجب على المرأ الحامل شرب كميات كتير من المياه نقول بمعدل اكنيل لتر على الاقل يوميا ده طبعا لتجنب حدوث الجفاف في الجسم والبشرة لان الجفاف بيؤدي الى تشاقق الجلد كمان تناول كميات وافرة من المياه بيساعد على طرد السمو من الجسم ويحافظ على كمية السائل حول البيبي عشان يحصل الطفل على الراحة داخل البطن تاني نصيحة هي تجنب زيادة الوزن حاول يتحافظي على وزن خلال فترة الحمل طبعا زيادة الوزن مضرة للأم وكمان مضرة للبيبي طيب ازاي نحافظ على الوزن خلال فترة الحمل المحافظة على الوزن بتكون عن طريق تناول كميات مناسبة من الطعام وتناول طعام صحي زي الخضار والفكهة طبعا تناول الطعام الصحي بيكون ضروري جدا لنمو الجنين وتزويد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة كمان المرأة الحامل بتحتاج لتناول فيتامينات ومكملات غذائية بيوصفها لها الطبيب زي الفوليك أسد وفيتامين بي 12 والحديد ثالث حاجة هي ممارسة نشاط مناسب أثناء الحمل أبسط نشاط ممكن السيدة الحامل تقوم به هو المشي ممكن تتمشي نص ساعة 3 مرات في الأسبوع ده طبعا بينشط الدورة الدموية في الجسم وكمان بيعد الجسم وبيهيأه لوقت الولادة بشكل جيد كمان عن طريق المشي بيتم حرق السعرات الحرارية الزيادة وبكده هتحفظي على رشقتك وانتي حامل رابع حاجة العناية الشخصية طبعا العناية الشخصية من خلال الاهتمام بالنظافة بشكل نعام وكمان التخلص من الإفرازات بشكل خاص أنا من ننساش أبدا الاهتمام بإزالة الشعر خلال فترة الحمل لأن خلال فترة الحمل بيكون نمو الشعر زيادة بسبب هرمونات الحمل طبعا بنفضل عدم استخدام كريمات إزالة الشعر وناخد بالنا من نقطة تانية أن الحنة بيكون مسموح بيها خلال فترة الحمل ولكن صبوات الشعر بتكون ممنوعة خامس حاجة بيجب على المرأة الحامل الحصول على قصد كافي من الراحة والنوم كمان تجنبي العلاجات اللي بتؤدي إلى رفع درجة حرارة الجزء زي جلسات السونة سادس حاجة مسموح أنك تنزيل الميا بس تنزيل البحر ممنوع طبعا نزول حمامات السباحة خوفا من حدوث العدوى نيجي لسابع حاجة ترطيب البشرة أمر ضروري أثناء الحمل خلال فترة الحمل بتكون البشرة أكتر عرضة للجفاف عشان كده لازم تقوم بترطيب البشرة لتفادي الجفاف والتشققات بنهتم بشكل خاص بمنطقة الثديين وخاصة في الأشهر الأخيرة من الحمل ده لتهيئة الثديين للرضاعة وتجنب حدوث التشققات لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتعملي سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد ترجمة نانسي قنقر